طب إحنا بنتكلم النهاردة على مشاركة مهمة جدا للنادي الأهل في مونديال الكاس العالم الأندية مش هنبكي على الهبن المسكوب زي ما بنقول إن إحنا عندنا مشوارنا لسه طويل لسه اللي بيستنى الأهلي أهم إن شاء الله طبعا مع الدوري أكيد طبعا لكن إحنا النهاردة بنتكلم على مشاركة خلاص يعني يعني خلاص يوم أربعة إن شاء الله مستفيدين هما ينجون عن إن شاء الله قول لي إيه أهم الحاجات اللي المفروض موسماني يركز عليها في هذه اللحظة طبعا البطولات المجمعة طبعا البطولات المجمعة طبعا وكمان زي ما يكون طبعا بطولة كبيرة زي كاس العالم لأنديها دي حاجة مهمة جدا وننساش طبعا التاريخ النهار للأهلي فيها كبير جدا جدا 2006 طبعا المركز التالت دي أقو حاجة عمناها طبعا كان جيل جميل جدا جدا كان مصر ونجوزيو كان ماتعي وطريكا وفلافيو وشاوئي كان مجموعة كبيرة جدا شاء الله ونسا حاجة طبعا يعني فطبعا هما يعني أنا عزي أقول أن نقاد إهلي بلعب باسم مصر دي رقم واحد وافريقيا باسم مصر الأول وبعدين بقارة أفريقيا يقول لها بيمثل قارة أفريقيا طبعا العامل النفسي طبعا ده مهم جدا جدا كان حتى الكابتن هاني قبل كده ما شاء الله لما كنا بنتجمع بعد مثلا بعد نتيجة مش كويسة أو هزيمة لازم الأول بنتجمع كلنا مع بعض اللعيبة كبور بيتكلموا معا المجموعة كلها كان مثلا الكابتن شوبير كابتن حسام الكابتن هاني الناس كبور كانوا بيجمعوا ده اللعيبة اللعيبة بيجمعوا الفرقة وبيبقى فيه كلام طبعا إيه يعني نقول عليه عامل نفسي أو عامل معنوي نرفع معنويات بعض دي كانت مهم جدا طبعا مسلماني لازم يشتغل عن نقطة دي كويس قوي طبعا الكابتن سعد رحفيز طبعا لازم يتكلم في الموضوع طبعا الحمد لله رأى برضو يعني نحص بقيمة النادي الأهلي ان برضو اللي مسافر رئيس بعسة يعني الكبير بتاعنا الكابتن محمون خلطيب هو اللي مسافر رئيس بعسة فهذه طبعا هتعمل برضو التركيز غير عادي من اللعيبة هيكون في طبعا انضباط في المعسكر إن شاء الله بإذن الله برضو حتة الدوافع والطموح مرضو موجودة عن ندي الأهلي ندي بطولة كبيرة بيمثلوا مصر زي ما قلنا إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يعني يحققوا مركز أقوى من مركز 2006 رغم البطولة صعبة رغم ظروف مختلفة طبعا وجينا لأول مباراة رؤيتك لفريق الدحيل القطري من الناحية الفنية وقدي إيه هذا الفريق وقل لنا نقاط الضعف ولو فيه نقاط قوة أنت شايف فريق الدحيل الزاكر والله يا كابتن هاني هو فريق الدحيل القطري طبعا يعني في الدور القطري دوم الترفين طبعا عارف حضرت طبعا دور قوي جدا برضو النادي السد هناك طبعا اللي مسك نادي السد طبعا تشافي طبعا ما شاء الله ده نادي المركز الأول نادي سد نادي دحيل بمركز الثاني ولسه هو لعب حوالي 15 مباراة كسب 9 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل مباراة وطبعا حتة خسارة 5 مباراة ديكة كابتن هاني مؤشر أن فيه خلل عندهم في الدفاع تمام دي بارة إن شاء الله بإذن الله هما أكيد اتفرجوا على مباراتهم يقدروا يشتغل عليها عايز أقول لك أن عندهم محترفين كواسين قوي قوي عندهم مهاجم كيني مش ممكن يعني 6 مليون دولار أليونج تقريبا يعني لعب مهم جدا وفيه كمان لعب اسمه معز طبعا لعب كواس قوي مهاجم كويس قوي عندهم برضو بنعطية موجود برضو في فرقة وكريم برضو لعب إيراني مميز جدا جدا عندهم تنسل تباكات كواسين قوي كابتن حالس مرمى كويس جدا يعني فريق يبيدم حوالي 6 لعيبة أو 7 لعيبة قيمة تسوئية لهم كلهم حوالي 30 مليون يورو و700 ألف آره